لناسة التزامة لأستاذ مدني هناك إحساس عام عند المواطنين أنه في تقصير من بعض وزارات الحكومة الانتقالية الآن هناك بعض الوزراء أدوهم مقبول هناك وزراء عليهم ملاحظات من جانب الشارع السوداني هناك إحساس بأنه بعض الوزراء حان وقت مغادرتهم الكرسي ما رأيك؟ حسنان نحن وزارة أتابع هذا الشعب السوداني العظيم وبالتالي عنده توقعات كبيرة جدا منه ودحية مستحقة مستحقة وهذه الثورة جاءت بتضحيات كبيرة وعظيمة بالتالي نحن كوزراء وأنا من ضمنهم هذا الشعب يتوقع مننا أداء أقل ما يوصف به أداء متميز نحن نلبي طموحات هذا الشعب لذلك إذا لم نتمكن من أن نكون قدر هذه المسؤولية يبقى ما في سبب يخلينا نتحمل هذه المسؤولية أمام الشعب السوداني لكن الشعب السوداني الآن لديه إحساس أن الأداء أقل مما هو متوقع بصورة عامة وبصورة خاصة وزارات معينة هي ليست أقلة إنما هي تحت مستوى الخطر مستوى الخطر الأحمر الذي يمكن أن نكون مقبولا للمواطن العادي هي مسؤولية تضامنية مسؤولية جماعية تحملها بشكل تضامني كمجلس وزراء وبكل تأكيد كل الوزراء يخضعون لهذا المعيار دعنا نأخذ مثال وزارة الخارجية ما رأيك في أداء وزيرة الخارجية أعتقد في ملف العلاقات الخارجية حققنا أشياء كثيرة جدا مثل ماذا؟ أول حاجة عودة السودان للمجتمع الدولي أنا مذكد أنت تابعت تماما وتابع شعبنا ما حصل في جميع العامة نعم هذه حققت الثورة وليس الحكومة ثورة الشعب السوداني أخي عزمان الحكومة لم تذهب لنيويورك هذا جهد تم بشكل منظم أسهمت فيه وزارة الخارجية بدرجة كبيرة جدا هناك زيارات كثيرة جدا لخارج البلاد نحن اليوم نرأس منظمة الإيقاد هذا نجاح لوزارة الخارجية بكل تأكيد ما تم دون الطموح الشعب السوداني لأن شعبنا خدت معيار عالي جدا بحاسب عليه وزارة لكننا في هذه الفترة الوجيزة أعتقد في ملف العلاقات الخارجية تم إنجازة كثير طيب أنا أريدك مثال بسيط يا دكتور الآن واشنطن جنيف برلين لندن وربما القاهرة كل هذه المحطات ليس فيها سفراء سودانيين وأضيف عليها هذه سبابة هذه سبابة ليس هناك سفراء سودانيين صح هذا صحيح هل هذا مؤشر فعلا على فشل وزارة الخارجية فأنها لا تستطيع حتى مجرد تعيين السفراء في دول نطمح أن تكون لدينا علاقات مميزة معها هذه جزء من التحديات التي تواجه وزارة الخارجية تحديات في تعيين سفراء ونحن شغالين مع وزارة الخارجية لمعالجة هذه التحديات ستة أشهر ولم يعين سفراء طبعا ما ستة أشهر نحن الوزارة دي عمراء وزبالد سهرب عشر ونص طيب هل في الأفق أنت كرئيس وزراء تعديل وزاري ما في حاجة تم الاتفاق عليها لكن بكل تأكيد لو اقتضت الضرورة أنه نعمل تعديل وزاري بنعمله حتى الآن لم تقتضي الضرورة والدولار ميزة نحن هو شوف يعني مسألة التعديل الوزاري ما حقه يرتبط بقضايا أنه الدولار طلع نزل هذه المسألة يعني تطلع تنزل لكن يعني في تقديري المحاكمات أداء الوزراء حقها التيم بشكل يعني على اللقل نديهم فسحا فرقا كده يشتغلوا ثلاثة شهور من ما استلموا نزل وزارات وزارات دي فيها تحديات مهولة من الكادر البشري الموجود فيها أنت براك ذكرت السفارات دي جولي وفاضية ما ده برضو خلل مهروس يعني لا أمه مهروس لأنه سفارات أخليت بعد ثورة وليس قبل ثورة يعني نحن لما نجينا كانت خالية حقيقة لما نحكومة ذي جعلت لكن خلينا نقول أنه دخل أو تحدي شقالينا على ما عالجته هل تحتاج في التعديل الوزاري لموافقة قوة الحرية والتغيير وخلينا بالمؤسسة دي نسأل عن علاقة بينكم وبين قوة الحرية والتغيير تحالف قوة الحرية والتغيير كما تعلم هو تحالف عريض نجح في قيادة هذه الثورة هو التحالف الجابنه نعم يعني قوة الحرية والتغيير هي اللي رشحت هذا المجلس وهي تقود هذا التحالف بكل تأكيد التحالف بهذا التنوع لازم يكون في داخله في تحديات لكن نحن هم كبيئة حاضنة بالنسبة لنا بنعمل في تناغم عندنا تحديات اختلافات هنا وهناك لكن قادرين على حلها برؤية وحدها أنه نحن مع بعض في هذه الرحلة نشتقل مع شعبنا وكلنا لأنه ده ضروري جدا لإنجاز مهام هذه الفترة الانتغالية هل تستطيع تعديل وزارة إخراج وزير دون الرجوع لحرية تغيير إخراج وزير نعم وتعيين وزير آخر دون الرجوع لحرية تعيين هذا يعني محكوم بالوثيقة وثيقة الفترة الانتغالية نعم أنا هنا ما بشتغل خارجة الوسائق نحن شغالين لتأسيس دولة المؤسسات قائمة على أشياء واضحة ومحددة هي البقود هذه الفترة الانتغالية أنا سوف أعمل على تنفيذ ما جاء في الوسائق الانتغالية والتي بتحدد بشكل واضح جدا كيفية تعيين الوزراء يعني إذن ليس لديك سلطات أو يد مطلقة في أنك تعيين أي وزير إلا بعد الرجوع لقوة الحرية تغيير أنا أصلا ضد استخدام سلطات مطلقة لأن هذه ما بتم إلا في أيام الدكتاتوريات أنا داري أشتغل في زر نظام يحترم المؤسسات نظام يقوم على احترام الآخر والتشاور وبيت الشورى أصلا ما أخري نعم هذه هي وحدة من مسالف الديموراطية فيها القصة بتاعت التشاور اللي ما بينتهي لكن هذه قيمة نحافظ عليها ونشتغل فيها مع بعض وانطويرها فرق بين التشاور وبين اتخاذ القرار يعني يمكن أن تستشير لكن انتخاذ القرار في النهاية يعول على جهة معينة هي إصدار القرار فهل أنت الآن تستطيع أن تقيل وزير وتعين وزير آخر بصورة مباشرة الدكتور عبدالله حمدوك أستطيع أن أقيل بالتشاور مع أخواننا في الحرية تغيير تعيين وزير بتحدد الوسيقى الانتغالية يعني نحن هسي تعرف راكمنا تجربة بتاعت أربعة خمسة شهور كافية جدا تعيننا في إنه لو غررنا نشيل وزير أو نجيب وزير في إننا يعني طريقة الاختيار تتم بها تشكله كذا طيب بصورة شخصية مباشرة الدكتور عبدالله حمدوك لأنه الوزارة في نظر الشارع السوداني هو الدكتور عبدالله حمدوك يعني هو ينظر دايما باعتبار أنه هو عنوان الوزارة وهو عنوان الحكومة وفي عبارة مستخدمة دارجة عند الناس في كل ما أقدمت الحكومة على قرار يمكن أن يكون له صدى جيد عند الشارع تستخدم كلمة شكرا حمدوك وليس شكرا حكومة الفترة الانتقالية على صعيد شخصي أنت ما بحس بقلق أن شكرا حمدوك دي اختفت الآن من وصاية التواصل الاجتماعي هي أنا أفتكر قبل كده أستاذ عثمان في حوار خاص بناتنا أنا أبدأت تحفظ على استخدام هذه العبارة شكرا حمدوك وقلت لك أنه أنا أطمح له أنه ما يتم تسويق شخصية أو فرد ده ما يعني ما صحي نحن دارين نسويق برنامج برنامج للفترة الانتقالية يلبي طموحات شعبنا وده هو بيضع اللبنات الصالبة لبناء مؤسسي نعم سابت وما يرتبط بالأشخاص يعني مسألة المشروع الوطني تكون قائمة على أن شعبنا يتوافق على المشروع وما أشخاص الأشخاص دهما عابرين لكن نحن دارين نخلق ذلك المشروع اللي يعبر من الأشخاص والأحزاب والشخصيات لحاجة مجتمعية نتوافق عليها كلنا طيب بوجود السيد وزير المالي أو السيد وزير الصناعة تقييمك لأداء الوزيرين أنا زي ما قلت لك في البداية حديثي عن مسألة أداء الوزراء نحن في هذا المجال مسؤوليتنا تضامنية نعم نشتغل مع بعض نعم تقييمك لأداء الوزيرين الوزيرين دير هما قدامين أسألهم خلالهم يبروك أنهما بيعملوا تقييم الدكتور عبدالله حمدوك لأداء السيد وزير المالية الدكتور إبراهيم بدأي وأداء الأستاذ مدني عباس أعتقد الوزيرين بيعملوا بطريقة جيدة والاثنين ورسوا في مجالاتهم يعني تركة مثقلة جدا من النظام السابق وشقالين فيها بكل الجد والإخلاص علاقتكم بالقوات النظامية في ظل وجود دائما هتافات بتواجهك في كل محفل تمشي كلمة مدنية التي بتطلق هل هناك فعلا مشكلة في العلاقة بين الشقة المدني والشقة العسكري في الدولة بكل تأكيد ما في مشكلة خالص نحن بنأسس لشراكة بين المدنيين والعسكريين ولفترة من الزمن بدأنا نتكلم عن النموذج السوداني هذا النموذج القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين لأنه هذا الانتغال ما عنده أي طريقة نوصله لنهاياته بدون ما نشتغل مع بعض نعم في شراكة يتم فيها تناغم وانسجام كامل نخلق في نموذج سوداني للمنطقة نحن بهذا النموذج بنكفي شعبنا شرور الانتغالات والتحديات اللي جنبنا نحن ما عايزين يعني نكرر تجارب إخواننا في ليبيا واليمن وسوريا بهذا النموذج نحن بنضع ونقدم للاقليم وللعالم تجربة متميزة وفريدة في الشراكة بين المدني والعسكري وبعدين يعني قد يبدو فيه شكل من التناقض لوضع لبنات الصلبة لبناء ديمقراطي غادم تقوم على الاثنين طيب قبل أيام قليلة شهدت العاصمة لأول مرة في تاريخ السودان تمرد وحدات عسكرية ومجابهة واشتباكات عسكرية داخل العاصمة ده ما بديكم إحساس بعدم الاثنينان لأنه يمكن للقوة الثورة المضادة من النظام السابق أن تستغل مثل هذه الأحداث أو تستغل قوة موجودة في أماكن معينة في جهاز تنفيذي للإنقضات على الحكم الانتقالي العكس تماما تجربة التصدي لمجموعة القوات هيئة العمليات تابعة لجهاز المخابرات هي كانت يعني اختبار لهذه الشراكة يمكن شعبنا شعف حوالي أربع صباحا أو خمس صباحا بريس مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي نعم تحدث فيه سيد رئيس مجلسي هذا وشخصي وأقول وريني شعبنا الحصل وكذا ذلك كان اختبار لهذه الشراكة نعم واختبار لقدرة هذه الشراكة على التصدي بحزم نعم وقوة إذا تم تحدي هذه الشراكة لفترة من الزمن قد يظن بعض الناس أن هذه الحكومة ضعيفة ما عندها قدرة للتصدي للأزمات نحن بنعمل في ظل وضع ديمقراطي نعم بناء مؤسسات ولما يبقى عندنا يعني احترام للغانون واستقرار للغضاء ده ما يتشاف ضعف عندما يعني يتم هبش هذه المسألة التصدي بيتم بصرامة وبجدية وده كان اختبار حقيقي لهذه المسألة طيب يعني لو أخذت في إطار العلاقة بينكم وبين القوات النظامية الآن ملف السلام رغم أن ملف تبع الحكومة التنفيذية إلا الآن يسيطر عليه الشقة العسكري في المجلس السيادي هل لا يعني ذلك أن المجلس أو العلاقة للشقة العسكري في الحكومة هو الذي يقوت وبقية الحكومة المدنية هي مجرد عربة في القاطرة؟ هذا انطباع سعة جهات عديدة التي ترسيقه هندسة السلام نفسها لو أنت لها القائمة على المحاور الخمسة تم طرحها وتأسيسها وبناءها بوسط المكون التنفيذي الخمسة محاور يرأس أي واحد فيهم واحد من الوزراء إذا كان محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى الترتيبات الأمنية بيرأس وزير الدفاع وهذه تمت من خلال مساهمات مجلس الوزراء ما حصل في أي وقت من التفاوض هناك ما كان في وزير أو اثنين أو ثلاثة في هذا التفاوض نحن بنعمل في الملف بشراكة كاملة فيه لكن أخي عثمان ما يحصل في جوبا يتم دعمه ومساندته بمجهودات كثيرة جداً قد تبدو موازية لكنها تصب في ذلك لديك أمثلة نعم أولى زياراتي زيارات رئيس الوزراء لمعسكرات النازحين في شمال درفور في الفاشر تصب في هذا الاتجاه الزيارة الأخيرة اللي انت وصفتها بالزيارة التاريخية لك هودا نعم جاءت في هذا الإطار كل هذا الجهد يصب في وجهة خلق مناخ صحي ملائم يسرع ويدفع بعملية التفاوض الحاصة في جوبا لكن ما بتحس بقلق أنه العملية بطيئة جداً ومترتباتة كثيرة لأنها تعطل قيام كثير من المؤسسات على سبيل المسال المجلس التشريح على الإطلاق أبداً يعني ما أنجزناه في خلال الثلاثة أربعة شهور الماضية مغارنة بسنين 30 سنة بحث عن السلام يعني يعد بهذا المقياس هو إنجاز كبير جداً أنا واثق واثق جداً في أنه يمكن أن نصل لهذا السلام الوسيقى الدستورية حددت ستة شهور لإنجاز السلام وفي تقديري ذلك ممكن أنا هسي مرضت عليه قرابة الأربعة شهور وباقي لنا شهرين وإن شاء الله في خلال هذه الفترة نستطيع أن ننجز الجزء الأكبر لو ما كل يعني إذن على الشعب السوداني أن ننتظر شهرين لإستكمال قيام مؤسسات الحكم بما فيه البرلمان وتعيين الولى أنا أتكلم عن السلام السلام مربوطة الآن أطبع مع تعيين بقية مؤسسات الحكم فيها ما يرتبط بذلك فيها ما يمكن معالجته قبل ذلك لكن هي قضايا يعني تتم معالجته في إطار هذه الشراكة وهذا الاتفاق هل يمكن تعيين الآن تعيين الولى مدنيين بكل تأكيد لو توفرت الظروف التي تعالي كضايا تعيين الولى وبالتشاور مع أخواننا في قوى الكفاح المسلح حرية التغيير والسياد والتنفيذي لو توفرت تلك الظروف ما هي الظروف المفروض تتوفر عشان يتم تعيين يتم تشاور حولهم تشاور يسمح بتعيين الولى المدنيين ما في خلاف طبعا حول تعيين الولى هل بدأت تشاور حول تعيينهم فترة طبعا بدأت تشاور متوقع تعيين مدنيين قبل توقع الاتفاق السلام يعني ما في هي ما حاجة معادلة يعني خطية يمكن أن يتم يمكن أن معي يتم لكن بكل تأكيد هو يعني واحدة من الاستحقاقات ونحن ساعين بشكل جاد لإنجازها في أقرب وقت ممكن نفس الأمر ينطبق على البرلمان الآن هل يمكن الشروع في تكوين البرلمان قبل وصول الاتفاق السلام يعني بدأ طبعا التشاور حول تشكيل البرلمان تشاور ماشي في المسائل النساب لكن ده زي ما قلت ومرتبط بشكل كبير بالسلام والتفاوت طيب بصورة عامة هل تشعر يا دكتور أنه مشكلة حقيقية فعلا الآن بمجمع كلامك أنه إذن كل شيء جمد الآن إلى الوصول الاتفاق السلام قد لا نصل إليه يعني حسب السيناريات الممكن تحصل خلال شهرين يعني ممكن تتأخر ثلاثة شهور أربعة شهور قد تتأخر سنة هل يعني ذلك الربط مصير الشعب السوداني الآن بمفاوضات جوبا تعرف أخي عثمان أنا زي ما ذكرتك بي نحن بنتكلم عن النموذج السوداني أجمل ما يميز هذا النموذج أنه نحن ما انتظرنا لحد ما نكمل كل ونخط موزيك كده جاهز لكل الهياكل الحكمة للتغالية إذن احنا عملنا المجلس السيادة بعد أسبوع تم تعيين رئيس الوزراء بعد أسبوعين تم تعيين المجلس الوزراء وشغالين بالحلحل والعالي في تحديات الفترة الانتغالية ده التفرد والتميز في هذا النموذج أنه بنبني في الأسنام ما نحن بنحقق في هذه الهياكل شغالين بالحلحل برضو في قضايا وتحديات نحن بدأنا حوارنا ده بالأزمة الاقتصادية والعملنا فيها شنو؟ اتكلمنا عن علاقات الخارية دي ما انتظرت نعم تشكيل التشريعي هو الولاة هذه قضايا حية ومهمة جداً بنشتغل عليها وفي ذلك الأثناء بنبني في هياك الحكومة للتغالية يعني كأن ما ترسل الرسالة للشعب السوداني الآن أنه كل شيء يصير على ما يرام وكل شيء طبيعي رغم أحداث جسام مثلاً كما حدثت في ولاية البحر الأحمر والجنينة هل في رأيك مثل هذه الأحداث فعلاً هي ناتجة من إحساس بعض الناس بغياب مؤسسات الحكم بصورة كاملة؟ غياب الدولة هو أنا أعتقد هي يمكن أجل ما يوصف به تلك الأحداث والتي هي أحداث موسفة طبعاً راح ضحيتها عدد كبير من مواطنيننا إذا كانت في البحر الأحمر أو في ولاية غرب دارفور لكن هي ديزو برضو من تركة النظام السابق عندها ارتباط كبير جداً بجزور الأزمات التاريخية المتوارسة من التنمية الغير متوازنة من التهميش من كل هذه الغضايا معالجة هذه الغضايا سوف يساعد كثيراً في حال حالة هذه النزاعات بالتأكيد ارتباطها بغضية السلام ارتباط رئيسي ومحوري طيب ما هي الخطوات التي اتخذت من جانبكم لمعالجة القضايا خلينا نأخذ لأنه جات أسئلة كثيرة عن طريق المصايتة الحديثة خلينا نأخذ ما حدث في البحر الأحمر باعتبار أنه فيه درجة من الخروج على المألوف كانت الصراعات دائماً في مناطق أخرى الآن انتقلت إلى منطقة كانت آمنة فترة طويلة ما هي الإجراءات التي يمكن أن تنهي مثل هذه الصراعات مثل البحر الأحمر بصورة جزرية كاملة تعرف ما حصل في البحر الأحمر وبردو لحد كبير ما حصل في غربي دارفور كان برضو اختبار حقيقي لهذه الشراكة بين المدنيين والعسكريين والتحرك الجاد والسريع لمعالجة واحتواء هذه الأزمة في شقها الأمني وفي شقها السياسي والمجتمعي بكل فئاته والتعامل معها السريع في شكل خلق مناخ سمح بتوافق مجتمعي باتفاق ساهمت فيه الحرية والتغيير زعامات الإدارة الأهلية وكل المكونات الأخرى في خلق مناخ بسرعة جدا رجع هذه المسائل للمناطق من كيانات متشاكسة متصارعة لاستقرار بكل تأكيد دعالج السمات الأزمة لكن جزور الأزمة ما زالت غيبة وده ما بيدعالج إلا بيننا نحل قضايا الزرامات التاريخية وقضايا التنمية الغير متوازنة كما ذكرت هل هناك أصابع خرية في أزمة البحر الأحمر لا أعتقد بشكل مباشر لكن أنا أتصور أنه موضوع البحر الأحمر محتاج مننا كسودانيين لوقفة جادة لمعالجته لأن البحر الأحمر هي منطقة يعني مساحلية مرتبطة بساحل البحر الأحمر وهو يعني منطقة فيها قدر كبير من الوجود الإقليمي والدولي والصراع فيها تقاطعات سياسية وإقليمية كبيرة جدا نحن محتاجين من وقت مبكر ننتبه لها وفي تقديري وسطنا في حوار جاد في التنفيذي مع أخواننا في السيادي وحتى مع القوى الحرية والتغيير والمجتمع الأخرى فإننا نحن يجب أن نفكر في يعني أنا طرحت لبعض المكونات ضرورة تكوين ما يمكن أن نسميه مفوضية البحر الأحمر لتعالج قضايا الممكن تسميها الجيو بوليتيكس السياسة الأقليمية في المنطقة دي ودي يعني محتاجة لإننا نجيب فيهم عالجة بشكل حصيل جبري ما تكبر وفزيد طيب يعني إذن بالمفهوم ده التنمية وغيابة التنمية ليس لها علاقة مباشرة بما يحدث الآن في البحر الأحمر والجنينة يعني غيابة الخدمات والفقرة الشديدة التي تعاني منها المناطق ليس لها علاقة مباشرة هي أقرب إلى قضايا سياسية أو احتكاكزة وبعد هو أنا بالعكس أنا قلت هي جزور الأزمة مرتبطة بدل يعني ما هي التنمية والقضايا السياسية ودي كلها قضايا طبعا مترابطة يعني بالتأكيد يعني أنت ما ممكن تحيل واحدة بدون الأخرى طيب يا دكتور لو لاحظت الاثنين دل نعم هم يعني ولايات طرفية صحيح مرتبطة بمكوين ده إذا افترضنا أن البحر الأحمر ولاية طرفية لأنها ثغرة السودان وهي تعتبر طرفية بمعنى أنه ما في الغلب يعني في الحدود طيب يا دكتور أنت زرت كاودا دي كانت زيارة تاريخية هل أثرت زيارة كاودا على ملف السلام بصورة واضحة ما فيش طبعا الإجابة بكل تأكيد أثرت بشكل كبير جدا ما حصل في كاودا هو بداية لأعتقد تأسيس لعلاقة جديدة في هذا الملف لأنه كل الناس اللي ماشوا كاودا رجعوا بانطباع أنه في رقبة حقيقية في تحقيق السلام تلمس في عيون الناس والاستقبال الحار اللي نحن جوبل نبيه في كاودا بكل تأكيد انعكس على الطفاوتناك لكن من غير مشارات معينة لاختراقات يعني مثلا فتح طرق توصيل المواد الغذائية المواد السلع إلى كاودا ده أصلا نحن بدأنا فيه قبل ما نمشي كاودا ذات نعم بصورة طبيعية حركة المواطنين ممكن تكون عادية بين كاودا و بقية مناطق السودان بقولنا تأكيد تحسي فيه ما يعرف بأسواق السلام نعم يعني الناس بيتلاقوا فيها بشكل يعني منتظم وراتيب وبيقت في يعني محل ليتبادل السلع والمنافع والمسألة التي نحن بنطمح في أنها تبقى يعني تزيد وتمشي لعند نحية يعني مبادرات جزء منها مرتبط بالجهد الرسمي جزء منها مجتمعي في قوافل السلام في مبادرات لبناء مدارس مستشفيات في منطقة كاودا حتى قبل ما يتوقع السلام وده جزء من نتائج زيارة كاودا إنها فتحت ده وجعلت هذا ممكنا ده بكل تأكيد بيتتفق معي في أنه حيصب بشكل رئيسي في التعجيل بتحقيق السلام ودفع مفاوضات جوبا بشكل أسرع